السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام اهلا بكم في تقرير جديد اولا احب اعلن عن اطلاق احدث موقع متخصص في مصر عن السيارات الموقع هو egcard.com الموقع يكون متخصص في السيارات وعرض الاخر اخبار السيارات والمتابعة لحظة بلحظة مع عرض اخر اصعار السيارات الجديدة بالمواصفات والتقارير الكاملة عن كل سيارة لو انت صاحب معرض سيارات يدع تعلن عن سياراتك الجديدة والموقع بيحتوي على احد السيستم لعرض السيارات وفلترتها بكل الخيارات التي تفكر فيها بما فيها الموقع الجغرافي ومعرفة اقرب السيارات اليك والاهم عرض سيارتك المستعملة وضمان بحفي اصرع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام اهلا بكم في تقرير جديد تكررنا النهاردة هيكون عن سيارة شيفرولي كابديفا بعد ان تم الاعلان الرسمي عنها اليوم سيارة يبدأ من 39990 جنيه اليوم اعلنت شركة جنرال مدرز عبر متابر بص عبر شركات الانترنت عن سيارتها الجديدة شيفرولي كابديفا وتعتبر شيفرولي كابديفا سيارة SUV زيت خمسة مقاعد ونسخة اخرى بزيت سبعة مقاعد ويذكر ان السيارة تعتبر نتاج مشترك بين شركة سايك الصينية وجنرال مدرز وشركة اخرى صينية مثل ما حدث مع سيارة شيفرولي اوبترا النسخة الاخيرة والتي ترجع عصولها لشركة صينية وليست شركة جنرال مدرز فقط وجاءت السيارة في اربعة فئات مختلفة مواصفات شيفرولي كابديفا تتميش شيفرولي كابديفا بمظهر عصري انيق اضافة الى تقديمها بخمسة مقاعد مريحة وواسعة تقدم تجربة كيادة وركوب لكل من هم علامة نها من خلال المزايا التكنولوجية والحماية والامان المتوفر بها ومن المقرر ان تقدم بنصفة اخرى من سبعة مقاعد المحرك والاداء تحتوي السيارة على محرك ساعة 1.5 لتر من خلال عمود علوي مصدوق مكوم من اربع استوانات من خلال ستاشر سباب مع خاصية التوقيت الديناميكي المتغير للسباب وشاحن توربيني يعطي قوة حسنية قدرها مية ساوربين حسن وذلك عند خمسة الاف لفة فيئة دقيقة وعزم يبلغ ميتين خمسة وخمسين نيوتن وينقل الحركة نوك الحركة اوتوماتيكي من نوع سيفي تي بالاضافة الى مبدل سرعات فيئة المكود مواصفات الامان في شيفرولي كابديفا مسبب سرعة وتحكم ديناميكي في الثبات وعجلات المنيومقاس سبعتاشر ووسائد هوائية للصائق والراكب الامامي والنظام مراقبة ضغط الاطراء وسائد هوائية جانبية للصائق والراكب الامامي وحزمة امنزة نقاط تسبيت ثلاثية فرامل الانتظار الالكترونية ونظام الفرامل المانيح عن النغلق اي بي اس والتحكم الالكتروني في الثبات والنظام التحكم في الجر ونظام مساعد الفرامل بي اي ونظام توزيع قوة الفرامي الاي بي دي. رفاية والكماليات في شيفروليه كابتيفا شاشة لمس مقاس ثمانية ببساط مقاعد من الفرشة الاسود سماعات صوتية عجلت قيادة متعددة الوظيف والتحكم في تكييف الصف الخلفي ودخول وتشغيل المحرك بجدوم مفتاح فتحة صقف ومقاعد قابلة للتعديل في ساتة اتجاهات مراية قابلة للطيئة الكهربائية وقامرة خلفية وتزبيط مقاعد الاطفال. سعر شيفروليه كابتيفا تأتي السيارة في اربعة فئة الفئة الاولى الاس وهي تبلغ سعرات 39990 جنيه وهي الفئة السنة التي وتبلغ سعرات 33990 جنيه وهي الفئة السلسة بريمير خمسة مقاعد ويبلغ سعرات 350990 جنيه وهي الفئة الرابع بريمير سبعة مقاعد ويبلغ سعرات 37990 جنيه لمعرفة موصفات كل فئة من فئة السيارة بالتفصيل الرابط ارخاص بالخبر موجود على الفيديو وموجود ايضا فئة الاسفل في صندوق الوصف أما عن رأيها الشخصية السيارة تم تقدمها بسعر جيد إلى حد ما في ظل سعر الدولار الحالي هي خيار جيد لكل من هو يبحث عن سيارة من هذه الفئة وفي ظل الإمكانيات التي تم الإعلان عنها ومع الأخذ في الاعتبار بأن سعر السيارة في السعودية تروح بين الـ 240 ألف جنيه والـ 300 ألف جنيه مصري مع الأخذ في الاعتبار الجمارك وأرباح ألوكا لها في مصر والتي تكون من بين الأعلى من بين دول العالم جميعا شكرا على المتابعة وتزورنا في مزيد من التقريب ولا تنسوا الاشتراك في القناة وزيارة موقعنا